أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الابتسام الحلوى شو بدها؟ بدها أسنان جميلة طبعا يعني الأسنان دائما ونحن دائما نقول حاولوا ما تلعبوا بأسنانكم دائما خلت طبيعي طبيعي ما تغيروا بالأسنان نعم في بعض التعديلات وممكن أشياء بسيطة ممكن أن تزيم فيها بالأسنان لكن السن الطبيعي ليروبالكم علي اليوم أتحدث نحن إياكم عن هذا الموضوع مع الدكتور أحمد عبد السلام حمدان وهو ناب عميد كلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية وأيضا استشاري جراحة ألثة والأسنان دكتور صباح الخير ويعطيك العافية صباح الورد الله يفيك ربنا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور صباح الورد أهلا وسهلا فيكم يعني ذكر كلمة رعد قبل ما نبلش موضوع الأسنان الطبيعية وقديش إحنا ممكن نلجأ لشغلات تجميلية ونستغني عن أسناننا وبعد فترة نندم نقول ياريتنا ما بردنا السن ياريتنا ما خلعنا السن وللأسف بعد فترة منضطر أنه إحنا نزرع أسنان صحيح يعني لتفضلت فيه 100% وتفضلت فيه قد نفسي 100% لأنه محافظة السن الطبيعي هو أفضل طريقة للاستمرار في حياة بدون مشاكل على الأقل فيما يتعلق بالصحة الفموية لأنه السن الطبيعي لا يمكن أن نلاقي أي شيء يعوضه على الأقل حاليا للأسف في بعض الحالات بسبب فقدان السن لأي سبب إن كان سواء تسوس عميق سواء ضربي على السن أدت إلى كسره عدم القدرة على تعويضه أو في حالات أمراض اللثة المزمنة للأسف المريض بيخسر سنه وبالحالة هذه لازم يتم تعويضه وإحدى طرق التعويض هي زراعة الأسنان نعم وفي أشخاص دكتور ممكن يخلع سن ممكن يعمل سن متوسوس لكن يوم أزرع سن شوي بحس فيها جراحة وكيف نبلش بزراعة الأسنان دكتور وكيف الطريقة الأسهل صحيح العدد كبير من الناس تهايب من زراعة الأسنان توقع إنها شيء صعب هي لا تعدو كونها عملية جراحية بسيطة أنا في كثير من الأحيان بشبهها للمرضى بإنها أقل صعوبة من خلق السن أقل؟ أقل صعوبة من خلق السن طبعا إذا تم التزام واحترام الشروط اللي كل طبيب يقوم فيها عند ما يقوم بعملية الزراعة إحنا دكتور بس نسمع إنه فيه رح يتم فتح مثلا العظم ويتم زرع سن فيه ونستنى كمان ست أشهر بتخيل إنه إحنا رح يضل يصاحبنا الألم طول هاي الفترة لا لا هي فعليا إذا صار فيه ألم بصير فيه اليوم أو اليومين هيا من أولا 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 يعني الألم مشابه كأننا خلعنا الطحونة أو أخف إن لم يكن أقل نعم أهم شرط من شروط زراعة الأسنان هي أنه يكون الفم سليم خالي من أي مشاكل خالي من أي التهابات وأولها التهاب اللثة نعم يعني دائما من فضل إنه المريض يقوم بعملية تنظيف لللثة والأسنان قبل ما يقوم بعملية الزراعة حتى نتأكد بس إنه أمور اللثة عنده سليم 100% أمور الأسنان سليم 100% لأنه في حال وجود تسوسات أو التهابات في اللثة ما قبل الزراعة أو تمت عملية الزراعة أثناء وجود هذه الالتهابات أو التسوسات احتمالية فشل الزراعة ترتفع نعم لذلك من فضل إنه يقوم المريض بأحل وعلاج جميع هذه المشاكل قبل ما يقوم بعملية الزراعة حتى نضمن النسب العالي جدا من نجاح زراعة الأسنان التي تتراوح بين 97% إلى 98% نعم ربكتور في أمراض مزمنة منها السكري تحديدا ممكن تعمل مشاكل بزراعة السن هل بعض الأمراض المزمنة تؤثر على زراعة السن؟ بشكل مباشر هناك بعض الأمراض اللي ممكن تأثر على نجاح الزراعة نعم وديمومتها أهم هاي الأمراض السكري خصوصا إن لم يكن منتظما يعني إذا كان السكري منتظم معنى أي مشكلة منتظم مش بمعنى إنه المريض بيأخذ الدواة كل يوم منتظم بمعنى إنه القراءات قراءات الدراسات المخبرية تعطينا إنه السكري منتظم أهمها فحص السكر التراكمي اللي بيعطينا صورة واضحة عن مدى انتظام السكر وفيه اللي أصبحنا اليوم أنا حتى للطلاب في الجامعة بسميه مرض اللي هو التدخين التدخين يؤثر بشكل سلبي وبشكل كبير على نجاح الزراعة وديمومتها أنا لما أحكي نجاح الزراعة هي نجاح الزراعة ما بعد الجراحة بمعنى إنها ما تسقط قبل ما يتم التركيب عليها ديمومتها إنها تقوم بأداء عملها لأطول فترة ممكنة اللي حاليا اللي بنعرف اليوم إنها الزراعة ممكن تخدم 15-20 سنة بدون أي مشاكل طبعا إذا كان الشروط كلها تم الاتزان فيهم لسه بدي أسألك إذا في عوامل بتأثر على نجاح عملية زراعة الأسنان منها التدخين تدخين بشكل كبير نعم غير التدخين إيش ممكن إحنا نعمل شغلات ما تنجح العملية صحة الفم والأسنان يعني هاي بحب أأكد عليها إنه إذا تم زراعة الأسنان مع وجود التكلسات مع وجود الالتهابات اللي في اللثة هاي راح تأثر سلبا برضو عدى مومة الزراعة يعني اللثة والالتهابات والتسوس أسباب لأنه نفقد سنة وأسباب إنه ما تنجح عملية زراعة الأسنان نعم يعني شوف الإهمال كيف ممكن يودينا وين يعني للأسف نعم طيب دكتور تحدث عن زراعة السن ما بعد الزراعة أكيد في طرق وقاية الآن الحفاظ على دايمومة هذه الزراعة ودكتور نكون منطقيين شوي واقعيين نشوف إنه زراعة شوي مكلفة نوعاً للسن بإسوان بالقلاع الخاص أو العام لكن يوم بشوف يمكن تكون في طرق بديلة لزراعة السن أو أوفر شوي للمواطن أو لأي شخص أهلا زي ما قلت لك يعني بالبداية الزراعة هي إحدى وسائل العلاج أو إحدى طرق تعويض السن المفقود لدينا أكثر من طريقة الطريقة الأولى هي وضع تركيبات متحركة نعم اللي هو الأطقم المتحركة أطقم جزئية أو أطقم كلي متحركة طريقة الثانية هي وضع أو عمل تركيبات اللي هي الجسور الجسور ما بين الأسنان لكن هاي بتطلب إنك تحضر السن اللي على يمين وعلى يسار المكان المفقود وهذا بتطلب إنك تحف الأسنان وبمعنى إنك أنت بتعرض هذا السن أو بترفع من احتمالية إن يصير في أنك تسويسات ومتعبة يعني بدها اهتمام أكثر بدها تنظيف أكثر بدها اهتمام نعم الزراعة قد تكون مكلفة لكن كلفها اليوم كثير أقل من كلفها قبل 10 أو 15 سنة ومع الوقت أعتقد إن كلفها بتقل أحيانا كلفها بتكون مرتبطة ببعض الإجراءات الثانية اللي قد تكون مرتبطة بالزراعة مثل زراعة العظم في بعض الحالات اللي ما بتكون عملية الزراعة يمكن إنها تتم بشكل مباشر بمعنى إنه نخلع السن وننتظر لفترة معينة أو نخلع السن ونزرع مباشرة من الطرعن ونبني العظم في بعض الحالات وهذا ممكن نزيد من كلف الزراعة بهاي الفترة 6 شهور 5 شهور هل هناك بيكون فيه موضع أسنان مؤقتة مثلا خاصة للأشخاص اللي قاموا بزراعة أسنان أمامية نعم وفي أكثر من طريقة لتعويض حتى لوضع الأسنان المؤقتة وما بيكون واضح كتير في جزء كبير من الحالات ما بيكون واضح لكن للأسف في بعض الحالات يعني برضو العوامل معينة مشكلة مدة طويلة يعني 6 شهور الآن 6 شهور هاي في حالات اللي بنحتاج نزرع فيها أظم لكن اليوم مع التكنولوجيا الموجودة مع التطور الموجود في المواد الحيوية والعمليات الجراحية الفترة اللي بنحتاجها الحاليا هي من شهرين إلى ثلاث شهور هذا إذا كنا عم نحكي عن مكان جاهز للزراعة نزرع الزراعة ننتظر 6 إلى 8 أسابيع وبعدين منقوم بعملية التركيب طب كان تستغرط لعملية زراعة السن كعملية وقت العملية إذا منحكي يعني بتعتمد إذا منحكي على زرعة واحدة أو عدة زرعات يعني عن حين بالزرعة بنحكي زرعة واحدة بنحكي على 20 إلى 30 دقيقة في أقصى حالاتها إذا كانت عملية مباشرة بدون هل تحتاج إلى تخدير كامل لا تخدير موضعي بيقوم بالواجب بدون أي مشاكل أو أي مضافة وليل لازم يعمل أكثر من زرعة بتنصح ويعملهم مرة واحدة ولا على فترات والله هاي تعتمد على المريض نفسه قوت القلب بالضبط أنا فأقوله مخدر مخدر نخلص مرة واحدة إذا المريض ما عنده مشكلة 100% بالعكس يعني بغيح حاله بغيح حاله بسفي أنه أسهله بعض المرضى بقول لك لا خصوصا إذا كان زرعات على اليمين وعلى اليسار المريض بحكي لك لا أنا بفضل تزرع لي جهة حتى أقدر أستخدم الجهة الثانية بالأكل بعض الحالات مثلا إذا كان المريض فقد كل أسنان وفي الفك ما منقدر نعملها على أكثر من جلسة لازم نعملها في جلسة واحدة حتى تكون الزرعات متوازية وعلى نفس الزاوية نعم طب دكتور يعني نبدأ من الأطفال اليوم بخصوص الأسنان كيف ممكن يوم أقوي أسنانهم ما يحتاجوا لزرعة في المستقبل كيف يهتموا بأسنانهم والعناية تحديدا طرق وقايا الآن عشان ما ألجأ لهذه الطرق لأنها تفضلت فيها منها الزراعة منها الجسور منها 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 فكيف ممكن أنا اليوم موضوع الوقايا جدا مهم كيف ممكن أتحكم بأطفالي الأهم نصيحة دائما من نصحها إحنا للآباء والأمهات أنه مجرد ما يطلع أول سن تكون بزيارة الطبيب حتى تكون فيه دلائل ممكن تكون فيه دلائل أنه فيه مشكلة بالأسنان حتى تبدأ روتين يعني إحنا أهم عنصر من عناصر الوقاية في طب الأسنان بشكل عام زيارة الطبيب زيارة الطبيب بشكل دوري الأشخاص اللي بعانوا فقط للأسف ما بنزوركم إلا لما نكون متوجعين وفي آلام يريد فيه مشاكل يعني بنظل نخدر نخدر بالمشكلة وناخد مسكينات لحتى يصير الوجع مش محتمل بنزوركم صح للأسف يعني ضغوف الحياة لأكتر من سبب بيؤدي لهذا الإشي لكن زيارة طبيب الأسنان مرتين بالسنة كثير على مدى يعني وتم إجراء دراسات على هذا الحكي أنه إذا الشخص بزور طبيب الأسنان بشكل دوري مرتين في السنة إذا لما كانش فيه نأي مشاكل تستدعي زيارات أكثر بتوفي على المريض ألاف الدنانير أو الدولارات حسب الأماكن عملتها للدراسات على مدى حياته كاملة لأنه بتعفيه من أنه يصير عنده مشاكل في الأسنان وبالتالي يحتاج أو تحتاج أنه يعمل تداخلات مكلفة ومكلفة على المدى على المستوى العاطفي الجسدي الطبي والمالي والنفسي دكتور الفوبيا والخوف من زيارة طبيب الأسنان تتحدث مرتين في السنة كزيارة دورية طبيب الأسنان أنا وحدنا لأشخاص مستحيل أزور طبيب الأسنان إلا ما كان لدي مشكلة خلص ما أقدر أتحمل وأي شخص توقع وحيبة نفس الشي كنا نحق بالهواء لا نزور طبيب إلا لما لا نستطيع أن نتحمل الألم لكن اليوم هناك خوف وخوف من زيارة طبيب الأسنان كيف ممكن نكسر هذا الحاجز ما بين المريض وطبيب الأسنان أنا أقول لازم تغيروا صوت هذا أول شيء تعليقنا هذه الجزئية التكنولوجيا تتغير الآن وأصبح الأجهزة المستخدمة صوتها أقل وأعتقد أنه قريبا جدا ممكن نلاقي أجهزة بدون صوت أبدا كنت تختفي للصوت آآ آآ يعني هلأ الليزر عم بدخل على موضوع علاج التسويسات لكن لساته في بداياته بحتاج شوية وقت لكن أعتقد أنه رح نوصل لمرحلة آآ الأصوات هاي نخلص منها بالنسبة للفوبيا يعني هي جزئيا مرتبطة ب بعض التصرفات خلينا أقول اللي من نستخدم من نعملها إحنا كنا كمجتمع كثير أحيانا إحنا من بنهدد الأطفال بالإبرة نعم والطفل أكثر ما كان بيشوف فيه الإبرة هي عن طبيب الأسناء لأنه يعني إبرة المطعوم ما بحس فيها بكون أمرت من من ثاني إلى أربع سنوات وإبرة البنج وإبرة البنج شوية شكلها مخيف مع أنه ألمها ترى مش كثير صعب لكن هي شكلها يخوف أكثر من ألمها هذا بيساعد على تكوين الفروبيا الموجودة عند الطفل الأصوات اللي منسمع فيها بالعيادة وجود الألم المسبق دكتور نوقع عند الإبرة يعني حتى الإبرة موضوع الإبرة مع تطور اللي نحن بنشوفه الآن في بديل عن الإبر ممكن أستخدمه بعملية الزراعة أو علاج الأسنان أي أن كان مع تطور في عملية البنج الموضعي الآن لا لكن في بعض الأحيان نستخدم الدهون اللي هو البنج الموضعي اللي بيبنج المكان اللي بنحط فيه الإبرة دقيقة قبل وضع أنتوا كدهكاترة بتفضلوا تستخدموا إبرة التخدير أكثر من الدهون شو السبب؟ لأنه الدهون نحن بنسميه هو تخدير سطحي فقط يعني حتى لو حطناه قبل بوقت مثلاً ما بيقوم بتخدير الأنسجة العميقة والعصب اللي إحنا مندور على إزالة الشعور فيه أثناء العمل على سيرة الأطفال لما سألك راعد بدي أسألك إذا الطفل اتعرض لإصابة أو وقع على سنه مع أنه الأهل يحتفظوا بالسن اللي انكسر وييجي لعندكم شو ممكن أنت تستخدم من السن ولا هاي معتقدات؟ لا إذا قدرنا نلاقي ما السن أو جزء منه يفضل ناخده عند الدكتور والدكتور أو الطبيب يقرر إذا بيقدر يستفيد منه أو لا إذا ما قدرنا نلاقيه أو كان من المستحيل لا إذا كان موجود بالعكس أنا بفضل أنه استخدم في الفم منها الالتهابات كيف اليوم أقدر نقدر نفيدهم ونعطيهم بعض الأسريب من الوقاية ما يصير الالتهابات والأمراض داخل الأسنان أول شيء العناية اليومية بالتقم وكأنه أسنان لازم يتنظف يومي يتغسل ويتنظف بفرشاة بشكل يومي والنصيحة الثانية عدم النوم بالتقم إلا إذا كان الطبيب نصح بهذا الشيء نعم نعم يعني دكتور أيضا الشباب والصبايا والكل الابتسامة الجميلة والأسنان تركيب القشور والفينيرز وهذه الأشياء هل تنصح فيهم دكتور ونشوف اليوم الكل يحاول بتسألوا أي سؤال شوال مستك تغيير بحقا بمتعامل أسناني لأزبط أسناني هل تعتقدوا هذي الطريقة اليوم يعني مكوم مثلة للأخوان كنت تعطيهم جمال ولكن بالحفاظ على السن الأصلي هلأ إذا احنا مندور على تغيير اللون ففي طرق أخرى غير القشور أو الفينيرز إذا مندور على يعني تحسين صفة الأسنان تحسين شكل الابتسامة بتزبيط اصطفاف الأسنان التقويم أفضل نعم هلأ في الحالات اللي بيكون فيها أصلا تسوسات أو تلونات لا يمكن إزالتها على الأسنان الأمامية هناك بيكون الحل هو القشور لكن بعض المرضى بلجأ للقشور لعلاجات قد تتم بطرق أخرى وبشكل أفضل وأدوم من القشور لأن القشور بالآخر إذا تم إجراءها بطريقة غير مناسبة وما كان فيه عناية صح بالآخر راح تعمل تسوسات والتهابات باللثة نعم وعن بنشوف دكتور أغلب الأشخاص اللي عملوا بسمة حلوة طروا وبعدين يغيروها يعني تعد معهم خمسة سنين ستة سنين بتتغير بدي أسألك أنا سؤالي الأخير عن الزرعة لو مثلا بدي أعملها على عمر الخمسين قديش مسموح لإلها تضل هل ممكن أنه أنا أرجع أطر أعمل هذه الزرعة أو لها عمر سابت لا الزرعة نحن نشوف زرعات عمرها 15 و 20 سنة في هذه الحالات المرضى يكونوا بيعتنوا بأسناه بشكل سليم بيزوروا طبيب الأسناه بشكل مستمر الزرعة ممكن تعيش 15 و 20 سنة وفي بعض الحالات للأسف ممكن سنتين ثلاث سنين ونخسرها حسب الشخص واهتمامه وعنايته في اللثة والأسنان دكتور نحن نشكرك دكتور أحمد عبد السلام حمدان وأنت نأب عميد كلية الطب الأسنان في الجامعة الأردنية وأيضا استشاري جراحة اللثة وزيرات الأسنان أشكرك وأشكر تواجدك معنا شكرا لوجودك وكل عام وانتبه